بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في أخبار الفن أكدت المحامية ريهاب بيطار وكيلة أسرة محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم إنها ستتواجد في لبنان خلال الأيام القادمة لمتابعة القضية مع الإصرار على طلب منع الفنانة نانسي عجرم من السفر خارج البلاد حيث قالت صفحة المحامية اللبنانية عبر الفيسبوك إنها ستكون في لبنان خلال الأيام القادمة لمتابعة القضية واستكمال الملف والطعن بمعظم الإجراءات التي تمت سابقا مع الإصرار على طلب منع نانسي عجرم من السفر وكانت ريهاب بيطار وكيلة أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم أكدت فيه تصريحات عبر صفحتها على الفيسبوك إنه عند اجتماعنا مع قادة تحقيق الأول في جبل لبنان الأستاذ نيكولا منصود أكد وفي شكل واضح إن رأيه بالقضية لن يتأثر بكل ما كتب وكيل في الإعلام وبالتالي فإن قراره سيكون شفافا ومحايدا وعادلا وهذا بالضبط ما نطلبه ونسعى إليه وقالت ريهاب خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قادة تحقيق الأول وتبين من خلال ذات الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد الموسى ورقم الهاتف السابت بعيادة الدكتور فادي مكالمة مدتها أربع دقايق وتقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق وأضافة عينة الجلسة القادمة بتاريخ عشر تلاتة ألفين وعشرين استدعاء كل العاملين في العيادة للتحقيق وشخص يدعى أبو الزهب وشقيق فادي الهاشم للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفادتهم ترجمة نانسي قنقر